السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ورحمة الله ورحمة الله وبركاته على قناة دروس في الفيديو السابق كنا نعطينا ترح تقديمه لغو برسنتات نيومان في الفيديو ان شاء الله سأعطيه نيومان إكليبسي سلونك C2C3 يعني الموليكول اللي نعطيه بها الميتر في الفيديو هي هذا الجزء CH3 OH H C2A5 إذا في الإكزام بحالة الموليكول يطلب منك نيومان يعني أعطيه لغو برسنتات نيومان سلونك C2C3 إذا كنت تعني هذا نيومان سلونك C2C3 إذا في في بادي الأمر أننا كنعرف بأن هذا الأبسيرفاتور نيومان يتوضح في أحد الموضعين إما في الجهة اليمنى أو في الجهة اليسرع بالنسبة للموليكول هذا نيومان سلونك C2C3 هذا لاكس C2C3 يتوضح لك المحوار الكربوني أنه يتوضح لك أنك تتوضح لغو بسيرفاتور في جهة معينة إذا أول أمر كنعمل هو أنني كنحدد السلسلة الرئيسية دي تقميناسون دولاشين برنسبال إذا كما كنت لاحظوا هذه هي دولاشين برنسبال ثاني أمر كندير نيومان دولاشين برنسبال يعني شرط اللي شرحناهم في الفيديو السابقة إذا عندي أشياء لفنكشون برنسبال إذا كنبدأ من هذا الطرف 1 2 3 A4 A5 بطبيعة الحال ولكن كما تلاحظوا الرقم 2 و الرقم 3 يتوضح لغو الأحمر لكي يتوضح لكم هما المقصودين بالC2C3 إذا هذا C2C3 C2 يعني ذرة الكربون اللي يتوضح لرقم 2 وستروضح هي ذرة الكربون اللي يتوضح لرقم 3 يعني بالنموغوتاسيو دائما الوصفاتور كنديره بحيث أنه يشوف ذرة الكربون الأولى فلاكس هذا ذرة الكربون الأولى وما ترى بالنسبة لغو الأحمر بالنسبة لغو الأنسبة للغو الأقس إذن عندي رابطة متجهة أعلى كرسم لليزون CH3 و H بالنسبة لليزون إذن كرسم لليزون ديغيجي فيغ لطغوات بالنسبة لك إذن كما تلاحظون لليزون O H رابطة متجهة إلى الأمن بالنسبة لليزون ديغيجي فيغ لغوش كما تلاحظون كنجي هنا كنرسم لليزون إذن كرسم لليزون ديغيج فيغ لغوش H هذا الكربون هو الرقم 2 كما تلاحظون بالنسبة للكربون رقم 3 كنرسم الكربون الخلفي كنرسمه في دائرة هذا الكربون رقم 3 الروابط لدي الكربون رقم 3 كنطالق من خارج الدائرة لليزون C5 لليزون C5 بالنسبة لليزون ديغيجي فيغ لغوش لليزون C H فلاغوش كما تلاحظون هذا الكربون يسمى نيومان إكليبسي كما ترى الروابط متقاربة يسمى نيومان إكليبسي إنها في السيرทию على اكثر الدبق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة